أعزوه لحظاتكم تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي لحين التعاقد مع مدير أجنبي هيكون كالتالي كابتن ساعد حفيزة هيكون مدير جهاز الكرة والكابتن سامي قمصان قائم بعمال المدير الفني وتم تسايد الكابتن محمد شرف ليكون مدرب مساعد وهي يفضل ميشيل ينكون مدرب حراس مرمى ومعه محمد النجار مدرب أحمال وعمر رشدي محلل أداء ده تشكيل النادي الأهلي اللي هيبقى موجود في مباراة إستان كامبني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله ده التشكيل كابتن سامي قمصان هيقوم بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين الانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التقطيط وهو اسم كبير واسم محترم بالمناسبة كابتن سامي قمصان يستحق الإشادة ولازم جميع النادي الأهلي تعرف اللي هقوله دلوقتي الراجل الآن يتحمل مسئولية في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة ده عنده مباراة الكمة يوم الحد الجاي في منتهى الصعوبة وظروف صعبة جدا ولعيبة معظمها محبط شوية بسبب منتخب مصر لعيبة اللي كانت موجودة مع المنتخب عنده أمور فنية مش متزبطة فقط الأخيرة في الأهلي أصلا ما كانتش متزبطة والأهلي نفسه عنده خاسر نهاية دورة أبطال الأفراق فالأمور نفسيا حتى في الأهلي مش متزبطة فعنده مهمة فقيلة جدا بس عايزة أقول لحياتكم معلومة كابتن سامي قمصان كان أو لازال عنده عرض من أحد أنديت الدوري أو أحد أنديت الدوري الدرجة التانية الصاعد حديثا للدوري الممتاز عنده عرض أنه يكون مدير فن أنه يكون الرجل الأول بس هو متحمل جدا المسؤولية في الوضع الصعب ده في النادي الأهلي ما ينفعش يسيب الفريق دلوقتي ما ينفعش النادي الأهلي يدخل عنصر حالا يمسك هو الفريق حتى لما الأهلي هيجيه المدير فني أجنبي هيبقى محتاج سامي قمصان بما أنه في نص الموسم يكمل معاه شوية ده لو ده لو وركز الجملة دي كويس ده لو سامي قمصان ما كملش هو الموسم مع النادي الأهلي عشان دي من الحاجات المعروضة والممكنة حسب النتائج الفترة اللي جاي ممكن يكمل لنهاية الموسم ممكن حتى لو بنسبة قليلة النادي النهاردة قاعدة أنه هو بصدد التعاكل مع مدير فني أجنبي بس كابتن سامي قمصان لو نجح ووفق في الفترة القليلة القادمة ممكن يكمل لنهاية الموسم ولكن لازم تعرف جميع النادي الأهلي أن رجل ده ربما يكون بيضحب عرض مهم جدا من فريق في الدورة الممتاز أو صعد حديثا للدورة الممتاز عشان يكمل مع النادي الأهلي في الظروف الصعبة دي أو على أقل الظروف الانتقالية دي بلاش ظروف صعبة وكأن الأهلي فيه كارثة أو مشكلة كبيرة لكن هي مرحلة الانتقالية والمرحلة الانتقالية تحتاج دائما لأبناء النادي الأهلي المخلصين وكابتن سامي قمصان من هؤلاء اللاعبين اللي كانوا أسماء كبيرة في تاريخ النادي الأهلي كلاعب وأيضا اسمه محترم كمدرب بكل تأكيد بي